فأنا محتاج أتوب أؤمن بالمسيح الحي محتاج أنه أتواضع أعترف بخطيائي أتنازل يعني عن كبريائي أسمح للرب أنه يعمل في حياتي وطبعا عن طريق الصلاة خلينا عندما نصلي خلينا نتذكر أنه عهد الله أنه الله يعني من خلال يسوع المسيح أصبحنا في عهد جديد وصار عندنا امتيازات عظيمة من هذه الامتيازات أصبحنا أبناء وبنات الرب أصبحنا خليقة جديدة نلنا الحياة الأبدية ونلنا الضمان الأبدي فإذن لأنه أصبحنا أبناء العهد أو بنات العهد فمهم جدا أنه ندرك قوة الصلاة صار فيه العلاقة الحميمة صار فيه شركة مع الإله الحي هذه الصلاة أحبائي محتاجين إحنا نصلي من أجل أنفسنا من أجل عائلاتنا من أجل بلادنا وهي الصلاة أحبائي بتكون كمان صلاة صلاة نيابية عارفين كتير مرات الأنبياء كانوا بيصلوا عن مجتمعاتهم وكذا مرة في أي نهضة في العهد القديم كانوا يذكروا آباؤنا أخطأوا أجدادنا حادوا عن الشريعة وهكذا أحبائي في يؤيل النبي طلب أنه كل البلد تجتمع من نساء ورجال من كبير وصغير حتى العريس والعروس حتى الكهنة اللي بيخدموا بين المذبح والرواق الليدرز يعني القادة الدينيين طلب أنه يجتمعوا ويتوبوا ويرجعوا للرب ويسألوا الرب أحبائي ويرجعوا إلى الرب يسوع المسيح وهذا ما بطالبنا الله فيه أنه نرجع أحبائي دانيال قال آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين وعملنا مثل الآباء بعدين بيطلب يقول يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع طبعا يعمل شيء جديد في حياتنا فمحتاجين ندرك أهمية الصلاة بعد الصلاة وقوة الصلاة ودايما سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد كان دايما فيه دعوة للصلاة الجماعية باتحاد كامل وبمحبة وبإخلاص كامل وأيضا هذه الصلاة أحبائي اللي هي بتعمل بقوة الروح القدس فإذن أنا بصلي كمان حتى إيش أنه أمتلئ بحضور الله وامتلئ بقوة الله أنا بدعوكو أحبائي أن نصلي وهي السنة في هذا الشهر جميعنا نصلي كل واحد يتعهد أنه كل يوم يصلي ولو ربع ساعة من أجل افتقاد إلهي لهذا العالم اللي بيتخبط اللي عم بنادي عاوز بده يتغير بس ما بيعرفش كيف يتغير فدعونا نصلي من أجل مجتمعاتنا في هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر